تخلف العمل ظاهراً يعني أنه لا يترجم عن ما في قلبه ظاهراً مع عدم المانع ما فيما يمنع دليل على فساد الباطن فالذي تقوله صل كل لمن في القلب وليس ثمة ما يمنعه من أن يصلي يقال له صح لمن في القلب ولو كان في قلبك إيمان لما تخلفت عن ما أمرك به الله من الصلاة لكن ما في قلبك إيمان يحملك على الصلاة فهذه الدعوة التي يدعيها بعض الناس من أن الإيمان في القلب حق أريد به باطل وهو ليس حجة له بل هو حجة عليه وهذه قاعدة نفيسة كل من استدل بحق على باطل كان رد الباطل الذي استدل عليه بالحق الذي استدل به على باطله وهذا من قوة هذا الدين وعظيم حجته أنه من يأتي مستدلاً على باطل بحق لوعه وأبصر لرأى إبطال باطله بالحق الذي استدل به فهذا الذي يقول الإيمان بالقلب وأنا ما أصلي الإيمان بالقلب وهو يشرب الخمر الإيمان بالقلب وهو يزني الإيمان بالقلب وهو مسرف ويقال له يا أخي اتق الله ما يبدو ندعم يقول الإيمان في القلب ما عليك الإيمان في القلب الإيمان هاهنا التقوى هاهنا استدل بقول النبي التقوى هاهنا نعم صح التقوى هاهنا لكن لما خل ما هاهنا من التقوى والإيمان تعطل العمل فلم يظهر له أثر نسأل الله حسين العاقبة نعم صحيح نعم صحيح